بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم الليلة أقلام عالمية نتحدث عن مواضيع عديدة أشارت إليها المنابر العالمية الصحف والفضائيات والمصادر عن بلادنا ليبيا نبدأ طبعا بالموضوع الرئيسي الذي أخذ ضجة غريبة جدا جدا في جميع أنحاء العالم اللي هو المشاهد الكريم يدرك قضية الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات التي أصفر عنها الحوار أو منتدى الحوار الليبي تقريبا ما فيش صحيفة رئيسية إلا ما كتبت عن هذا الأمر كل بما تراه نبدأ بالميدل إيست آي نشرت مقال يقول حكومة الوحدة المؤقتة الليبيا الجديدة تقابل بتفاؤل حذر بتفاؤل حذر هذا نشرت الميدل إيست آي الميدل إيست آي نشرت هذا المقال نشرت مقال أيضا لليبيا لحظة تاريخية لحظة تاريخية اختيار منتدى تقوده الأمم المتحدة قيادة مؤقتة لليبيا جديدة صفحة أخرى يقول الاتفاق على سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في ليبيا عبر محدثات الأمم المتحدة البي بي سي نشرت يقول أزمة ليبيا تصويت لتوحيد الأمة المنقسمة الوحدة الأمم المتحدة ليبيا توافق على حكومة انتقالية الليبيا تشرع في مرحلة انتقالية جديدة ليبيا امباركش عن نيو ترانسيجن فيز هذه أغلب الصحف أيضا صحيفة الأنظول أجنسي نشرت نبذة عن رؤساء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بروفايل اف ليبيا سي نيو اكزيكيتف اوثوريتي هيد أو مرة تانية نبذة عن رؤساء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ليبيا اكسبريس نشرت مقال يقول من هم أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا؟ الأنظول أجنسي أيضا نشرت مقال يقول نشر الخبر كخبر ثم نشروا التأييد المطلق تقريبا من جميع أنحاء العالم للمرشحين الجديد القوى العالمية ترحب باتفاق الحكومة الليبية المؤقتة مقال آخر نشراته أو خبر نشراته الويترس القوى الغربية القوى الغربية ترحب بالحكومة الليبية المؤقتة موقع وزارة الخارجية الأمريكية يقول بيان مشترك بيان مشترك يرحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي ليبيا هذا البيان مشترك بين من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا والدول الغربية في الويترس أيضا تقول يرحب سماسرة السلطة أو النفوذ أو المتنافسون حول السلطة والنفوذ في ليبيا يرحبون بالاتفاق لكن التحديات ماثلة أو قائمة الأمام الرئيس التركي هذه مقالات وتصريحات عامة لكن كأشخاص أول رئيس هنة أو التصل هو الرئيس التركي يهني قادة الحكومة الليبية المؤقتة نشرت الأناظول أيضا وكالة التاس السوفيتية نشرت خبر يقول الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالتقدم في تسويت الأزمة الليبية هؤلاء كأشخاص أمين المتحدة رئيس أردوغان أيضا نرحب بالتقدم المحرز في تشكيل السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا سفير الأمم المتحدة سفير الأمم سفير الهند في الأمم المتحدة أيضا يرحب بهذا الأمر رويترس مرة أخرى يقول الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة كندا أيضا ترحب بالحكومة الجديدة كما نشرتها كندا كندا ترحب بالنتيجة الناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي أيضا وزارات الخارجية الفرنسية مرة ثانية في بيان مشترك بيان مشترك عن المتحدثين باسم ووزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومملكة المتحدة والولايات المتحدة المتحدة هي الجميع يرحب عمان نخوذ الآن للدول العربية عمان ترحب بالسلطة التنفيذية الجديدة سنعلق عن هذه الأمور فقط أريد أن أعدد من أيد هذا الأمر عمان ترحب بالسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا نشرتها عمان أوبزورفر عمان ويلكمس اينيو اكزكتيف اوثوريتي ان ليبيا تركيا مرة أخرى تشيد بإعلان قيادة انتقالية في ليبيا تركي هيلز أنوسمينت أوف ترانسيجنال ليدرشيب ان ليبيا أيضا ليبيان بيس بروسيس سويسرلان 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 سويسرا ويلكم أبوينتمنت أوف نيو يونيفايد ترانسيجنال أثوريتي عمليت السلام الليبية سويسرلان ترحب بتعيين سلطة انتقالية موحدة جديدة نشرتها الادمستريش النيوز تطبع الحكومة السويسرية إيران إيران تشيد بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا فارسي نيوز أو فارسي نيوز الأخبار الفارسية نشرت هذه الوكالة خبر يقول إيران hails interim government formation in Libya مرة أخرى إيران تشيد بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا الأمين العام لمجلس التعامل الخليجي يرحب بالاتفاق على سلطة التنفيذية المؤقتة نشرتها أخبار الخليج جي سي سي اللي هي جينرال كونسل سوري غالف كاوبوريشن كونسل غالف كاوبوريشن كونسل اللي هو مجلس التعامل الخليجي سكرتري جينرال ولكمس أجريمينت عن ليبيا انترام اكزكيتف اثوريتي الأمين العام لمجلس التعامل الخليجي يرحب بالاتفاق على السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا الدول العربية ترحب بالسلطة التنفيذية Arab News نشرت مقال يقول Arab countries welcome a new Libyan executive authority الدول العربية ترحب بالسلطة التنفيذية الليبية الجديدة وهكذا تقريبا العالم بيكمل الجامعة العربية حفتر السيسي عقيل الصالح العالم كله يرحب بالحكومة الجديدة ما يدل على شيئين الأول هناك العديد ممن ذكرنا من دول ومن هيئات ومن شخصيات العديد منهم فعلا يرحب بالأمر لأغراض في مصلحة ليبيا أو ليبيين أو هكذا يروها فيه ناس يعني مثلا كيف السيسي وكيف عقيل الصالح وكيف الناس اللي تهني وفرحانة وحفتر هذه وراء الأكمة وما وراءها لو نذكر الإمارات لما كان في الهجوم على طرابلس في أربع أربع 2019 استنكرت الإمارات هذا الهجوم ثم تضحى أنها من أكبر البنوجين له والدعم لذلك الهجوم عسكريا وقتليا واعلميا وسياسيا في الهيئات الدولية وفي الداخل وهي من وراء الوينج لونج تو وراء العالم اللي يفشخ وكسر وحطم ليبيا بأكملها كيف السيسي هل هو تصريح سياسي هل هو امتصاص لنجاحات وأفراح الشعب الليبي ما هي أيضا أهم عنصر من هذه العناصر الشارع الليبي الشارع الليبي رحب أغلب بهذه النتائج لسبب بسيط جدا يدرك المشاهد الكريم وجود شخصية غير مرغوب فيها على الإطلاق في بعض الفئات الأخرى مثل عقيلة صالح كان متوقع أن المجموعة اللي فيها عقيلة تنجح هكذا كان الزخم والإعلام والفيسبوك والتخوفات والتحذيرات من أن تنجح تلك القائمة لكن قدر الله سبحانه وتعالى لم يحدث هذا فصار عملية قبول قبول وارتياح لهذه المجموعة الجديدة من غباء عقيلة صالح أحد لقطات الغباء أن يصرح بأني أول قرار نديره حنحول المؤاعدة التركية الليبية ماهو أنت قدام 75 واحد منهم على الأقل 15 20 17 اللي هو يأيدوا يعني شوف الغباء السياسي أنت بتكسب أنت بتكسب أصوات ففقد أصوات وأيضا هناك قطاع كبير جدا من الشعب الليبي يعني مؤيد لهذه الاتفاقية ما يدل على عقلية غير سياسية عقلية غير مدربة عقلية غير مجربة عقلية حقيقة ورقة ورقة في يد مصر الإمارات استنكرت قلنا الهجوم إذن أيضا الآن ترحب لكن هل هذا حقيقة أو أنه مجرد تصريحات سياسية اتصل أردوغان بالسيد دبيبة والأخ محمد بنفي إذا بعض الأصوات تقول لا بد أن يصادق البرلمان إذا كانت بعتة الأمم المتحدة ما هيش مستعدة لهذه اللقطة فهي كل هذه المجهود لدارتها كل هذه المجهودات لدارتها كأنها بنت دار بدون ثقف التصديق على الحكومة لا بد أن يكون شبه مضمون إلا إن كان هناك خلل ما في أحد الشخصيات مجرم ولا صراق ولا قاتل ولا عميل ولا استخبارات ولا غير كفو فرد من الوزارة أو شيء ما عليش من الوزارات الاختار لكن لا بد أن نتوقع أن يكون هناك ضمان مؤكد للتصديق على هذه الحكومة وإلا تكون الأمم المتحدة تكون هذه المجهود ذهبت هباء من ثرع وفشل يعتبر فشل لمجلس الأمن ويعتبر فشل للأمم المتحدة بأكملها هذه الخطوة تقول أنه ستعود إن لم يصدق عليها البرلمان أي برلمان حقيقة أنا مش فهم أي برلمان أنه هو السيد الجديد مثلاً الرئيس الجديد سيجتمع في الطرابس سيجتمع في صبراته سيجتمع في كذا للتصديق على الحكومة التي سيختارها السيد الرئيس الوزراء أتمنى أن يتم التصديق على هذه الحكومة هل السيسي لما يقول أنه أيد وهو طبعاً بالتأكيد مش شخصية لأنه كانت عاقيلة صالح هي شخصية حفصر بالتأكيد وشخصية السيسي وشخصية الإمارات يقول الكل يعني هل يريد أن يقولوا نحن أيضاً ديمقراطيين هل كان أمر واقع النتائج لم يتوقعوا وبالتالي لا مفر لهم من تصريح دبلوماسي وأنهم يؤيدوا هذه الدولة هل خوفاً من بايدن هل هناك تهديد من مجلس الأمن أقول كمواطن ليبي أرى الآتي أرى الآتي الوضع الآن الوضع الآن أصبح واقع هناك نوع من الترحيب إلى حد ما بالمجموعة الجديدة أرى الاستعداد الكامل كل دقيقة أخذ الحذر عسكرياً وأمنياً وتخطيطاً للانتخابات القادمة أخذ عدم التراخي أتحدث عن القوى الوطنية عن بركان الغضب على البوليان المرصوص عن الناس اللي تنبي الدولة المدنية عن الناس اللي ضد الإمارات ومصر وضد السعودية وضد تدخلاتهم وضد الحرب وضد القتال هذه الشريحة الكبيرة جداً من الليبيين أن يبدأ الآن من الآن الإعداد والاستعداد توعية وشخصيات للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر إذا قدر الله سبحانه وتعالى لها وأن تحدث من اليوم من هذه الثانية حتى ظهور خليفة في أحد المقاهي تقريباً في بنغازي دروح يقرأ في كتاب ويأخذ في قهوة بدأ في الدعاء الانتخابية لنفسه أبدأ من الآن أعدوا شخصيات كفؤة لتقود البلاد والحضر الحضر وعدم التراخي مهما كان هذا الترحيب من جميع العالم من الأمم والتحدة ومجلس الأمن لا يجعلكم مخضرين على الإطلاق لابد من الحضر والاستعداد بكل وعي أعلى درجات الحضر لانتخابات 24 ديسمبر وجود حفتر في السلطة على فكرة وجود مصيري حفتر أما أن يكون في السلطة أو تحت الأرض بالنسبة له قضية مصرية ولذلك لن يتنازلوا وسيحاولوا بكل ما استطاعوا عرقلت أي مشروع لا يوافقون عليه بالرغم من تصريحاتهم اللي إسمعناها وتأييداتهم أغلب الدول مصر ما مصر والإمارات تؤيد في العمليات الديمقراطية لكن ما تحت الطاولة هو الأسوأ والأخطر بالنسبة لبلادنا هذه الأوراق عقيلة صالح وخليفة مزالت أوراق قابلة للإستخدام قابلة للإستخدام في مصر وقابلة أن تفاجئنا في أي يوم من الأيام أيضا التحشيد المواطن اللي بالكريم يعرف أنك مازالت تحديج ومازالت القوة وبالتالي بالرغم من النتائج التي رحب بها الشارع لا بد من الحضر إلى أقصى حالات الحضر في جميع المجالات الأمنية العسكرية الإعلامية أيضا تستمر بنفس الزخم ونفس النشاط للدعم للدولة المدنية وللقوة الوطنية وهنا أريد أن ألوم على كل إنسان كل إنسان مدعم للدولة المدنية كل إنسان مدعم لثرة 17 فبرا كل إنسان مدعم للبناء المرصوص ولبركان الغضب وللثوار وكل إنسان يجد نفسه في موقع صدام مع زميلة مع أخوه نفس الخندق أنت حقيقة تلام وتجرم وتضع الوطن في خطر لا بد أن نلتعم لا بد أن نأتي معا صوت واحد يد واحدة قلب واحد حتى فعلا فعلا نتأكد 100% أن البلد آمن البلد آمن ما فيش قوات وسلحة ما فيش فاغنر ما فيش المشروع الثاني العسكري ما فيش مصر ما فيش السعودية ما فيش التدخلات آمن 100% بدستور بانتخابات جديدة عندها قد نتراخق قليلا وقد تحدث بيننا خلافات واختلافات إلى حد ما لا تؤثر في الدولة الآن الصراعات الآن لا بد أن نعود إلى بعضنا البعض في خندق واحد حتى ننقض بلادنا لا تثقوا لا في سيسي لا في إمارات ولا في روسيا ولا في أي من هذه الدول التي ترى مصلحتها للأسف الشديد ترى مصلحها في تأسيس دولة عسكرية في ليبيا ارتياع عام كما ذكرنا بوجود هذه الشخصيات عقيلة صالح تحدثنا عن غباء السياسي في مهاجمته لقضايا يؤيدها الوطن يوم 26 فبراير يفترض أن الأخ رئيس الوزراء الجديد يكون أختار الوزارة متاع 19 مارس التصديق عليها مرة أخرى إذا كان بعث المتحدة لم تضمن نجاحات الحكومة فهي مرة تانية كمن بنى دار بدون سقف هل عملية مصر تأييدة عملية استيعاب هل هي عملية مساومة عند جلتة الثقة ستضغط تضغط بحيث قضايا الثقة وحطوا لي الوزر فلاني ونبب الوزير مني واحتمال كل شيء محتمل هل هي تصريحات دبلوماسية هل هي امتصاص للنجاح لما المصماري أيدوا مصر عقيلة وخليفة هل هي امتصاص لنجاحاتنا وفرحتنا أو وضعنا في موقع شك تصريحات دبلوماسية ليش حتى لا يظهر بمظهر من يعارض الأمم المتحدة أحيانا وأننا ندعو للسلام يريدوا أن يقولوا أننا نحن ندعو إلى السلام مرة أخرى لابد من الحضر والاستعداد التام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من طمع الطمعين هناك مقال نشرات الفورم بولوسي يقول سيسي لاست ستانت آخر موقف من مواقف السيسي The Foreign Policy تمتع الرئيس المصري يقول بحصانة حصانة نسبية من العقاب فيها ترام الآن تصاعد القمع داخل المصري يقول المقال في الداخل وتصاعد النقد في الخارج هنا في المقال لوحة الالكترونية كبيرة جدا وفي أصورة السيسي معا نستطيع نعمل لا أحد في أمان في مصر يقول المقال هذه الصحيفة العالمية على فكرة ومتابعيها من صناع القرار لا أول لهم ولا أخر لا أحد في أمان في مصر في مواجهة أزمات لا تعد ولا تحصى في الداخل والخرج وضع 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان حاطم في السجن مش مصرقين مش متعين المخدرات مش المجرمين مدافعين عن حقوق الإنسان نهيك عن مئات العلمانيين والإسلامين على فكرة الحلقة السابقة ذكرت أن مصر ستطلق صراح مئة سجين سياسي هي مئات أخطأت أنا في قراءة العنوان مئات تصور مئات وهم ألاف لكن فضيحة كارثة أن مصر الرئيس سنطلق صراح مئات المسجنين صار أنت عندك مئات الملايين السجناء السياسيين لم يكن عندك سجين سياسي واحد إذن أنت الدولة استبدادية لأن الحرية السياسية الآن يفترض مكفولة للجميع كيف يعاقب النظام المصري في الناس هذوم اللي ما هوش في الحبس حضر الصفر تجميد أصول هذا لو أنت مش في الحبس محظوظ يجمد لك يحضر الصفر متاعك تجميد الأصول عدم الأهلية لقبول أي عمل في الدولة لمدة خمس سنوات وعقوبات من في عشر ديسمبر الفين وعشرين الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يتشدق بحرية التعبير وبقيم الجمهورية شن أعطى شن أهدى للسيسي وسام جوقة الشرف أعلى وسام في فرنسا أو الصليب العظيم الصليب العظيم وسام أعلى وسام في فرنسا يعني لا أدري هل قضية قتل المصريين تعتبر تناسب قيم الجمهورية الفرنسية التي تنادي فيها المتظاهرين في مصر لقتلهم السيسي كانوا يعبرون عن حريتهم عن تعبير حرية التعبير كانوا يخرجون في الشوارع يمارسون حقوقهم في حرية التعبير اللي قتلنا بها ماكروا لما الناس أسات للحبيب صلى الله عليه وسلم قال هذه حرية التعبير ولما المصريين أدرى بشعابهم خرجوا يتظاهروا إن شاء الله نص المصريين معا ونص ضد لكن النص اللي ضد أيضا لهم الحق في التعبير عن حرية التعبير ليس لهم الحق أن يحتلوا مش من العدل أن يحتلوا وأنت تعطي وسام أعلى وسام لفرنسا تعطيه لإنسان قاتل شاهده العالم بأكمله يقتل فيه أبناء شعبة بورتس يوروب نشرت مقال يقول ليبيا ترحب بالسفير الأوروبي هزي أنتون سفير سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا هزي زار المؤسسة الوطنية للنفط زار المؤسسة الوطنية وتحدث مع الأخي صنع الله وأعتقد أنا اللي رأيت جبت هذا المقال لأنه في شيء غريب يعني أنت موثل الاتحاد الأوروبي تمشي تزور وزارة الخارجية عن طريق وزارة الخارجية ونظمو لك أماكن تزور لكن يجي تخش اللي بيقول ما بيمشي يمشي هبنك هيك تمشي المؤسسة تمشي المدارس تمشي البلديات ليس من حق أي إنسان أن يفعل هذا فيها صحيفة نشرت مقال إكسبليينر أول آيس أون مينامار مينامار حصل فيها انقلاب عسكري هذا القائد متاع الانقلاب وراء أكثر الضحايا المسلمين قتلا وتشريدا من مسلمي الروهينغا إلى بنجلديش سبعمية وثلاثين ألف مهاجر تضمنت العمليات متاع الرئيس هذا الجديد اللي كانت دير فيها وعلى الأقل كانت تحت قيادته عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق على نطاق واسع الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنرال الجديد الشي اسمه مينغ أونغ تقريبا في 2019 في محاكم دولية مختلفة والجنيات الدولية هذا الرجل قاد انقلاب الآن في ميناما ذكر في المقال لا نريد بلادي أن تذهب إلى الفوضى كما ذهبت ليبيا لهذا السبب أحضرت هذا المقال التريبيون نشرة المقال أشار إليه السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة لكن هناك مقال جيد نشرة التريبيون يقول على باكستان أن تخطط الاستفادة من ليبيا باكستان يجب أن تجعل بلانش تتاب ليبيا تحدث هذا المقال عن إعادة الإعمار في ليبيا خصص له 100 مليار دولار 100 مليار دولار لإعادة الإعمار وهذا الرجل سفير في ليبيا على دراية بالكثير من الأمور يقول 40 مليار منهم خصصت للصحة 60 مليار لقضايا أخرى يشجع يشجع في رجال الأعمال الباكستانيين والمستثمرين الباكستانيين أن يتصلوا برجال الأعمال والمستثمرين الليبيين للمشاركة بثقل في إعادة إعمار ليبيا نتحدث عن هذا المقال بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقتنا القادمة حتى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة